وصلنا مشاهدين على فقرة إيل وآل مع الإعلمي رابع الزيات ما بحب الإيل والآل مضطرين بس ما بحب الإيل والآل بس مضطرين الرد موجودين أوكي يا بوجنا يا بالكواليس موجودين موجودين إرضاء الناس غاية لا تدرك من الآخر لا تدرك وأول نقطة اللي هي استضافة جورج مبيض صدفتي ببرنامجك فوق 18 التكتوكر جورج مبيض نعم لألقي القبض عليه مؤخراً بتهمة اغتصاب الأطفال قبل كل شي شو كانت ردة فعلك بس سمعت بالخبر أول ما قريت الخبر أنا ناسية صدقاً يعني عم بحكيك الأمور مثل ما هي أنا كان ضيفي يوماً ما يعني قد ما بيمروا أضيوف معنا وعلى مواسط جمعاً دوم فقر التكتوكرز والأسم مني ذاكري بس ذاكري الحالي المشهد يعني وما قاعد كتير حد قاعد خمسة دقايق وأخدوه عم يعمل هيدا الشو بالشعر استضفناه نحنا بفريق نحنا فريق عمل استضفناه لأنه البرنامج بيجانب منه بيضوي على الظواهر الغريبة الموجودة بالمجتمع اللي هو تكتوكر عنده أردي ستمائة سبعمائة ألف اللي هنه فنحنا كإعلام نشوف هيدا عنده مشاهدة أوكي على سيرة الريتنج وعلى سيرة المشاهدة أنت بتفكر بتلعب هاللعبة يعني منا منا وبرنامج إسرماعي يعني مدو يشبه صح ولكن هلأ برجع كمان بكمل فاستضفته ضمن إطار أنه بيعمل شعر وأنا تفضلت أني أعرض المشهد على الشاشة لأنه تفضل ما بدي يقوله بس ما بيشرفنا طبعا وهلأ بقول ما بيشرفنا إذا بيرجع في الزمن لوراء أكيد ما بيستضيفه خصوصا أنه مختصب يعني فيكون شو ما كانت مهنته أحترم جميع المهن ولكن ما يكون لا إنسان يعني هيدا فا تذكرت يا عمي كذا كذا بعد خمس دقائق ما أخذ الموضوع أكتر كان نازل على صفحات طلعت هيك قلت طب أنا لألحق تذكر ولألحق تلفن للتليفزيون أو فوت وأعمل الريسيش وطلع هيدا الفيديو بدي ساعة ساعتين تقنيا بدي هيدا الوقت كيف هيدا الفيديو نسحب بساعة الساعة غب الطلب ونسحب ونشر وبلش ورشقت بأبشع الصفات الرشقت بجميع أنواع الإهانات والشتائم طبيحة إعلامية الرخص المطالبة بتوقيفك أنت ومالك مكتبي بتهمة الترويج للأرف وغيرها من الصفات كيف بتردي اليوم بعتقد الناس ردوا يعني أنا أنا عملت هيك مع الأخبار تقريري صغير لأنه كان لازم رد بمحل ما لأنه رديت لي لأنه القضية بتتعلق بالأطفال وأنا أم القضية كتير آسية وحساسة وجارحة وجريمة كبيرة فكريميل هيك اضطرات رد ولكن أنت بتقولي هلأ كيف تردي أنا بالمقابل بمقابل هيدا التغريدات القبيحة في تغريدات أنصفت بمعنى أنا ما بدي حدا يطلع يقول برافو أكيد لا لأنه أنا ما بقول لحالي برافو أني استضافت هيدا الإنسان أبدا مشاركي بالجريمة شاركت بالجريمة عايب هيدا الكلام هيدا كلام كتير كبير ومشحف وقاسي قيل وهيدا الكلام هو كلام إجرامي هيدا من إجرام السوشيل ميديا علي ومن أسوة السوشيل ميديا ومن العنف الممارس بالسوشيل ميديا سؤال أنا كنت بعرف أنه هيدا الإنسان هل أنا مطلوب مني أعرف حياة خاصة كل إنسان بيجي لعندي على استوديو قبل ما يوصل على استوديو بقولون لحظة لحظة وقفوا عمليون وفحص شو هالحكي أنا علي أبحث عن الضيف إذا كان الضيف علاشي مسجون مطلوب للعدالة ما بيفوت لعندي على استوديو بس إنسان مشهور استوديف في مدارس استوديف في مدارس مع أطفال في فيديوهات فوتوا شوفوها على السوشيل ميديا استوديف ما بيعرفوا ما بدنا كمان ندينهم استوديف بغير برامج على أساس أنه ظاهرة غريبة هلقت حجمة طلع مختصب بطلع باعتذر بقول يا جماعة أنا استضفت إنسان ما كنت عارفته تعتذر اليوم من الجمهور؟ أكيد باعتذر باعتذر من الناس من أهل الضحايا لإني أنا ما كنت بعرف هلقرت حجمة وإنتي كمان رابع حاولتي إذا بدنا نقول تسبتي براتك أكتر أمام الرأي العام بآخر حلقة من فوق 18 قدمتيا واستضفت فيها عبر الزوم حسن سنجر لأقل لك شو علي بس هوني عاطيني شوية هيك فتح لي لك كل الهو نافذة لأحكي لأنه هيدا البرنامج الوحيد اللي أنا قادرة ما بدي أطلع برر وأنا ما عم برر على السوشيال ميزيا على كل حال بس بدي أقل لك كان في تغريدات سيئة كان في تغريدات لوم وعتب وبفهمها يعني أي حدا طلع قال أنه أنت غلطتي هون ولكن مهاني بفهمها وهيدا هيدا هو الصح لأنه أنا أخطأت أنا أخطأت عن غير قصد طلعوا دينوا أنه هالبرامج ما لازم أصوبوا انتقدوا منقبل ما عندي مشكل أنا من الناس اللي بتقبل النقد وكان في ناس دافعت أنه يا جماعة روقوا ما بتأكيف يعني كيف أنا كم من سياسة مختصب ومتحرش كم من فنان مختصب ومتحرش أو لأنهم سياسيين أو فنانين عندك ملفات لا ما عندي بس كثير نحن بنعرف الإعلاميين الزملاء اللي هجموا علي بيعرفوا أنه لما يدافوا عن فنان يمكن بيقبضوا منه أو بيعطيوهم معاه الشهري أو ببخروله ما بيعرفوا أنه عنده حياة خاصة وغيرها في السوداء وبالكواليس بيمارس أمور حر فيها ما طلعت للعلن يعني أنا بس حاسبوني إذا أنا بستضيف مدام وأكيد كانت بالمرصاد مين مين زميلتك دي ما صادق قالت زميلتك من بعد هالحلقة نزاد معيار جديد على علامات الإنحلال المجتمعي أنك تستضيف مختصب أطفال يطلع يشرح وجهة نظره أمام الجمهور حرام ما تتسجل براءتها الابتكار المهني بمنهاج علم الاجتماع كيف بتردي عليها؟ أنا قريت التغريدي يعني ما بحب أقول ما شفته ما قريت مني من هيدا النوع بالعكس بحب الوضوح بس بدقلها للزميلة اللي ذكرتها أنه الشاشة الذهبية هي شاشة مشهود لها بالمهنية وبالالتزام بقضايا الفساد وبالعمل الاستقصائي الجاد يعني الشغلة تانية اللي عم تقول عنه مختصب نحنا استضفناه كمتهم وقدرنا بجهود يعني جبارة لمدة سنة عبر عمل استقصائي ما بعرف هي قدية بتعرف عنه أن نطلع بقرار قضائي بحق هيدا المتهم وأول ما استضفت وقلت له أنت الشاهد المتهم وكانت حلقة مهنيا وأخلاقيا والتزام نتجاه هيدا الوطن باعتقد لا غبار عليها فكنت بفضل قبل ما تكتب وقبل ما تهجم بأسلوب يعني المعتاد أنه تتابع الحلقة وتشير الأمور الشخصية على جناب وتكون فعلاً إعلامية بهمة مصلحة البلد وتكتب ما كان فيه مشكلة وهلأ ما فيه مشكلة وهلأ ما فيه مشكلة لأنه فيه أراء لا يعول عليها يعني فيه ناس خلاص لما يحكوا نحنا ما بناخد برأيهم لأنه هنه مهنياً غير مشهود لمهنيتهم ولا موضوعيتهم فيكتبوا يحكوا بس هيك بديك تردي فقط لا تستحق رد آخر مين متفوق أكثر رابعة أم ديما اليوم بمجال الإعلام مش أنا اللي بحكم بتقيمي نفسك كيف نجاح برامجة هي اللي بتحكم يعني رابعة مش أنا اللي بحكم أنا بقدم إعلام أنا بقدم برامج وديما شو بتقدم ما بعرف صدقاً ما بعرف مش إعلام ما بعرف شو بنسميه ما بعرف شو يعني لما قل لك هيك يعني المعنى في قلب الشاعر يعني وإن اللبيبة من الإشارة يفهمه ما بدا شرح اليوم رابعة بالطالب بإنزال عقوبة الإعدام على مقتصد الأطفال أكيد بالساحات وأمام الرأي العام أكيد